بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبناء الطلاب مرحبا بكم في مقرر البلاغة المسمى 132 عرب نبدأ معكم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الأولى بعنوان الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاح للفصاحة معنى في اللغة ومعنى آخر في الاصطلاح فالفصاحة في الاصطلاح عند العرب تعني الظهور والإبانة الفصاحة تعني الظهور والإبانة في معناها العام حيثما وردت فالعرب تقول أفصح الصبح أي بدأ ضوء وبان وظهر وتقول العرب أفصح العجمي بالعربية أي بان لسانه وخرجت الحروف من مخارجها وأدت معانيها بشكل واضح وجاء في كتاب الله العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فهذه المعاني وغيرها من المعاني تعني أن الفصاحة في معناها العام هي الظهور والإبانة ولكن في موضوع البلاغة ومقرر البلاغة تأتي الفصاحة بالمعنى الإصطلاحي بمعاني قريبة من معنى البلاغة فتعريف البلاغة عند العرب في معناها العام أو في معناها العام الوصول والانتهاء تقول العرب بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ومبلغ الشيء منتهى على سبيل المثال إذا أنهيت دراستك الجامعية وبلغت الهدف الذي تريد أو خططت للوصول إليه نقول عندئذ إنك بلغت الغاية أي انتهيت إليها ووصلت إليها وتقول العرب رجل بلغ وبليغ أي حسن الكلام وفصيحه ومنها بلغ الولد أي وصل وانتهى إلى سن البلوغ وحينما يكون المرء بليغا وفصيحا فإن الغاية من تربيته وتأديبه وتعليمه قد تحققت وانتهينا إليها بفصاحة الكلام ويمكن أن نعثر على عدد واسع من الأمثلة التي يأتي فيها معنى البلاغة بمعنى الوصول والانتهاء نقول بلغ الفلان مكة مكة المكرمة أي وصل وانتهى إليها ونقول بلغ السيل منتهى أي وصل إلى نهايته هذا هو في المعنى العام أما في الاصطلاح فقد انقسم البلاغيون فريقين فالمتقدمون من بينهم إمام البلاغيين وعلامتهم عبد القاهر الجرجاني عبد القاهر الجرجاني يرى بأن البلاغة البلاغة والفصاحة والبيان تأتي بمعنى واحد فإذا قلت فلان بليغ أو فصيح أو على بيان فإنك تعني منها الفصاحة وهذا مختلف عند المتأخرين الذين يمثلهم العلامة السكاكي والعلامة ابن الأثير حيث يرياني أن هذه المعاني الثلاثة أو العبارات أو المصطلحات الثلاثة البلاغة والفصاحة والبيان لا ترد بمعنى واحد فالبلاغة عندهم وحدها تعني مطابقة مقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال أمر مشترط في البلاغة ولكنه ليس مشترط في الفصاحة بهذا وحتى نضع فرصة لتفصيل القول في هذا الكلام في المحاضرة المقبلة نكون قد أنهينا الدرس الأول من الوحدة الأولى تاركين مزيدا من التفاصيل والتوضيح في الدرس الثاني الذي سيكون حول فصاحة الكلمة المفردة وفصاحة الكلمة المركبة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر